متواصلين معكم مشاهدي ومتابعي قناة الاهلي في كل مكان ودايما بنحاول نقربكم الصورة بشكل اكبر نقول لكم كل ما يخص الفريق واستعدادات الفريق لمباراة تامنانا خصوصا ان بعض جمهور النادي الاهلي ممكن يكون مستسهل المباراة دي بشكل او باخر لكن هي اكيد مباراة مهمة جدا لنادي الاهلي خصوصا في البدايات وبداية بتقول الدوري ابطال افريقيا اللي من خلالها ان شاء الله النادي الاهلي بيسعى بشكل كبير جدا بكل تركيز واجتهاد ان هما يفوزوا بهذه البطولة مع نهاية الموسم ان شاء الله لكن احنا الآن متواجدين في غرفة الملابس الخاصة بفريق النادي الاهلي في الملعب الرئيسي اللي ستضيف مباراة الغد ان شاء الله ما بين الاهلي ومنانا وهو استاد الصداقة الدولي وهو استاد الخاص بالمنتخب الجابوني بالمناسبة لكن طبعا زي ما انتوا شايفين هنا الاماكن اللي ستكون خاصة بالعب النادي الاهلي طبعا ما قبل مباراة الغد ان شاء الله وايضا ما بعد المباراة واستعدادات للفريق وطبعا كل التجهيزات الخاصة بالمباراة مختلف التجهيزات طبعا اللي اكيد كل جمهور النادي الاهلي عرفها والأكيد بتبقى خاصة باللعبين وبالجهاز الفني هيبقى متواجد هنا طبعا الكابتن حسام البدري وجهازه المعاون وايضا جميع اللعب النادي الاهلي والقايمة المتاحة بالنسبة لكابتن حسام البدري في مباراة الغد طبعا الغرفة جيدة يعني امكانياتها جيدة خصوصا ان هو ملعب شكله كويس الملعب يعني انشئ في عام 2012 وفيه امكانيات جيدة جدا بالنسبة لهذا الملعب مقرر انت طبعا بملاعب اخرى في قرية افريقيا بتبقى فيها صعوبات كبيرة حتى مجرد غرف خائل المعلبس بتبقى فيها صعوبات كبيرة لكن الغرفة دي يمكن جيدة جدا بالنسبة للفريق وبالنسبة لأي تحضيرات لأي فريق قبل اي مباراة لكن خليني ايضا اقولكم ان هنا الكابتن حسام البدري هيشرح الخطة اللي هيبتدي بها هذه الموراة على البورد دي كابتن حسام البدري اكيد في المحاضرة الاخيرة وقبل نزول اللعبين في الملعب هيعلن التشكيل الخاص بمباراة الغد وهيعلن او هيقول كل تعليماته الخاصة للعباء النادي الاهلي والناحية التكتيكية ان شاء الله اللي هيلعب بها الفريق ان شاء الله خلال مباراة الغد خصوصا ان هيكون فيه شكل معين الكابتن حسام البدري هيبتدي بيه هذه المباراة خصوصا في الزل سوق ارضية الملعب اللي هنروح اكيد نشوفها دلوقتي يلا بينا طبعا لسا متواصلين معاكم زي ما قلت لكم هنيجي نبص على ارض الملعب الخاصة بمباراة الغد ان شاء الله ما بين النادي الاهلي ومونانا الجابوني في اياب دور ال32 من دوري ابطال افريقيا الملعب زي ما انتم شايفين كده ملعب يمكن شكله جيد من خارج يعني طبعا هي شركة صينية هي اللي عملته بالاشتراك مع الجانب الجابوني كهدية من الصين نظرا ليه التعاون الكبير والصداقة القوية ما بين دولة الجابون ودولة الصين حتى بالتالي يسموا الملعب ملعب الصداقة بحكم طبعا العلاقات القوية جدا ما بين الصين والجابون فبالتالي ملعب ده انشئ في عام 2012 وهو على فكرة الملعب الخاص بي او ملعب الرئيسي بي المنتخب الجابوني الملعب يعني باسع ليه خمسين الف متفرج متوقع بكرا ان شاء الله ان يكون متواجد عشرين الف تقريبا يعني خصوصا ان فريق منانا ما عنده الشعبية كبيرة وايضا خصوصا ان من وجهة نظرهم هنا شايفين ان المباراة تكاد تكون حسمة من قبل النادي الاهلي بعد النتيجة المريحة 4-0 في القاهرة لكن من المتوقع ان حيكون فيه جماهير ان شاء الله خلال مباراة الغد الجالية المصرية قليلة جدا يعني من المتوقع ان يكون موجود عشرين او تلاتين واحد مصري اهلاوي ان شاء الله يساند الفريق خلال مباراة الغد ارضية الملعب ارضية يمكن سيئة شوية يعني عبارة عن جنينة تقريبا مش هي دي الارضية لتستضيف طبعا مباراة قوية بحجم مباراة الاهلي في بطول الدوري ابطال الافريقيا لكن في كل الاحوال احسن نسبية من بعض الملعب في القارة الافريقية في ملعب كتير اسوأ من كده فبالتالي يعني هتكون ملأمة بشكل او بنسبة عشرين تلاتين في المية يعني بالنسبة النادي الاهلي خلال مباراة الغد لكن هتبقى هي احد العقبات بالنسبة للفريق خلال مباراة الغد بجانب طبعا المناخ وبجانب درجات الحرارة المرتفعة النهاردة طبعا كان المران الاخير للنادي الاهلي على هذا الملعب وان شاء الله بكرة ان شاء الله المباراة والنادي الاهلي يقدر يؤدي مباراة قوية نتيجة ايجابية بالفوز ان شاء الله بالنسبة النادي الاهلي وده اللي مركز عليه الجهاز الفني واللعبين ده طبعا فيما يخص اجواء ملعب الصداقة وهو الملعب اللي حيستضيف مباراة الغد إن شاء الله سيبكو بأفضل